السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا على يوم الخميس 20 تموز يوليو طبعا القمر اليوم موجود بالأسد ورح ينتقل بساعات العصر لبرج العذراء هذا يوم متقلب جدا وفي كثير من الزوايا اللي اليوم رح تكون متشكلة وأيضا ذروة زوايا بطيئة عنيفة شوي يعني أحداث بدها شوي التركيز القمر الآن موعد بث الحلقة موجود في برج الأسد وبعدين زي ما حكينا في ساعات العصر بده ينتقل لبرج العذراء هو الآن موجود في منزلة الصرفة وهي منزلة للربح والضرر والخراب والإصلاح بين الشركاء والثبات ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل إلى غاية الساعة 51 دقيقة من فجر يوم الجمعة 21 سبعة لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة العوى وهي منزلة للربح والحرية والزواج يعني اليوم هو للربح والضرر والخراب والإصلاح بين الشركاء والثبات أيضا بس عما الواقي خلي لاي يوم الجمعة القمر الآن زي ما حكينا موجود في برج الأسد لغاية ساعات العصر فبيظل الناس من حولنا في هاي الفترة أكثر كرما مما اعتدنا من ناحيتين المادية والعاطفية بيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين وأيضا اليوم ممكن هيك المحاولة بالحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناع حلية ثمينة التحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين لا إلا أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل اليوم في عنا زاوية جديدة ظهرت على الساحة زاوية تربيع سلبية بين عطارد وبين أورانوس هاي الزاوية طبعا تأثيراتها من يوم اليوم عشرين سبعة ومستمر بتأثيراتها ليوم سبعة وعشرين سبعة ذروتها يوم ثلاثة وعشرين سبعة ساعة تسعة وثمانية وثلاثين دقيقة مساء بما أنه عطارد الاتصالات والمواصلات والفكر والنقاش والحوار مع أورانوس معناته فيه أشياء مفاجئة تتعلق بهاي الأمور بشكل سلبي بتصيبنا حالة من التشتت الفكري وعدم التركيز مما يصعب علينا إيجاد حل لبعض المسائل كما أنه بتجعلنا هاي زاوية عصبي المزاج منرتكب أخطاء ونتهور وهذا الوقت غير مناسب أو غير صالح للشراكات لا تعتمدوا على الحدث في هاي الفترة برضو بتخلقنا بعض الأفكار الثورية المخالفة للرأي العام وبرضو بتجعلنا عصبيين ومنرتكب الأخطاء ونتهور وهذا وقت غير مناسب أو غير صالح للشراكات وبرضو بنحكي عبارة غريبة شوي ينتبه الأبناء أثناء تعاملهم مع الآباء أو مع الإخوة لأنه ممكن يصير مشاكل ما بينهم بشكل مفاجئ أما دوليا فهاي زاوية بتدل على جدل سياسي قائم بين اليمين وبين اليسار في بلد ما وغالبا بتكون الكتابات السياسية مدعمة لليمين وبرضو بتشهد هاي الفترة احتجاجات ومظاهرات للحركات النقابية احتمال وقوع تفجيرات أو زلازل كما أنها بتشهد هاي الفترة قمع للحريات خصوصا حرية التعبير وممكن يتعرض بعض رجال الصحافة أو الكتاب للمتابعة القضائية أو الاعتقالات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين عطارد وبين المشتري وهاي تأثيرات هاولنا بدأت يوم 15-7 ومستمرة ليوم 21-7 بتهدد بالقلق النفسي بتزيد من ميلنا للأخطاء في الحكم وإفشاء الأسرار وبرضو بتعرضنا لمشاكل مع العدالة أهمش أنه نتجنب توقيع الوثائق المهمة ونحاول أنه منقوم باستثمارات أو مضاربات مالية يبل ما نتأكد من وضعنا المالي أو التزامنا بهاي الأمور ونتأكد من البنود تحت العقود لأنها ممكن تنتهي بدعاوى قضائية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقاول السلبية بين الشمس وبين بلوتو هاي الزاوية من 13-7 إلى يوم 30-7 طبعا ذروتها يوم 22-7 الساعة 53-52 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بتثور أعمال عنف ومواجهات إلها صلة أو إلها علاقة بالنيران والمعادن وبرضو بتعزز التسلط عند البعض وبيحاولوا فرض سيطرتهم على الآخرين تضع عقبات في طريق نجاحنا بتسببنا عدوات خفية كما بتزيد من حدة شهوانيتنا أيضا هاي زاوية بتضر بالصحة وممكن تسببنا أمراض خطيرة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التسديس إيجابية منفصلة ما بين نبتون وما بين بلوتو تأثيرت هاي زاوية من يوم 28-6 إلى يوم 12 وهي زاوية منفصلة يعني هاي بتسبب عودة شخص أو وضعية من قديمة ترجع تظهر على الساحة بالدعم من وضعنا أكثر فأكثر أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل واليوم تأثيراتها أو ذروتها أول زاوية هي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين عطارد هاي زاوية تأثيراتها من الآن وبتستمر حتى صباح يوم الخميس بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة لنشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا بتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا وبتمنحنا كفاءات للعمل التجاري وبصير في عنا ثقة بالنفس وبنتألق بفضل سهولة تعبيرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبي بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية ذروتها الساعة وحدة وخمس دقائق فجرا بتوقيت جرينيتش من فجر اليوم الخميس تأثيراتها من الآن موعد بث الحلقة وبتستمر حتى عصر يوم الخميس تخلق لدينا شعور بالملل من أي عام الروتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد طبعا ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك وبتجعلنا سارعين التأثر وعاندين غريبين الأطوار ممكن يتعرضنا لتغييرات مفاجئة في الرأي أو العواطف وبتدفعنا لعلاقات عابرة وممكن يتعرضنا للفراق طبعا هاي الزاوية شوي بدها نوع من أنواع الحذر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين نبتون بالنسبة لهذه زاوية طبعا ذكرناها احنا من يوم 13 سبعة لأنه في 13 سبعة بدأت تأثيراتها ومستمرة تأثيراتها ليوم 28 سبعة اليوم ذروتها الساعة وحدة وصد دقائق بعد الظهر بتعزز الخيال الخصب في مجالات الفن والابتكار بتزيد من قوة الحدث بتمنحنا خيال خصب ومثالية وإلهام ومواهب فنية والميل للأحلام وقوة الحدث وبرضو بتجعلنا نشعر بالطمأنين الداخلية وبتخلق ظروف مناسبة للعمل بتدل على اهتمام الدولة بالأسطول البحري وبقطاع الصيد البحري وببعض صناعات يعني كتكرير النفط الصيدة للسينما وبتدل على زيادة ميل الشعب لتمسك بعقيدتهم ودينهم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين الزهرة برضو هاي ذروتها الساعة 2.8 دقائق بعد الظهر بعد ظهر اليوم الخميس طبعا تأثيراتها من منتصف ليل الأربع على الخميس وحتى صباح يوم الجمعة بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم تعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم وبتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاولنا وبتسمح لنا أن نعيش أوقات ممتعة جدا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار رح يبدأ الساعة 2 و8 دقائق عصرا بتوقيت جرينيش من عصر اليوم الخميس ورح يستمر حتى تمام الساعة 5 و12 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيش طبعا لا ينتقل القمر بعدها للعذراء هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 5 و12 دقيقة عصرا القمر خلص بيكون انتقل واستقر في برج العذراء عشان هيك منعود لطبيعتنا الجادة مننتبه أكثر لصحتنا بممارسة تمارين رياضية أو البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب بنقبل على عملنا بهمة ونشاط ما منترك واردة أو شاردة دون تفحصها منجد أنه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دور هام وبنشعر أنه الناس شحيحون في عطاهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد أنفسنا أو نتوهم أمراض ما إلها أي وجود أي أفضل فترة للتخلص من عادة سيئة كالتدخين وشرب الكحوليات ووسع نقتنع حيوان أليف أو مطالعة كتاب مفيد أو البدء بوظيفة أو عمل جديد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية أيضا من الزوايا البطيئة اللي بدأنا بذكرها يوم 13 سبعة هي زاوية تقابل سلبية بين المريخ وبين زحل هاي الزاوية من يوم 13 سبعة إلى يوم 28 سبعة تأثيراتها اليوم ذروتها الساعة 8 و38 دقيقة مساء بتوقيت جرينج بتعزز أو بتزيد المواجهات والمشاحنات وأعمال العنف اللي بتخلف مشاكل عديدة كما أنها بتزداد العصبية يجب علينا أن نتمالك العصاب وضبط النفس عند التعامل مع الغير ونتجنب المواجهة بيتفاقم أي شعور بالملل وبيتحول لإمتعاد داخلي بينعكس على علاقاتنا مع الغير تدفعنا للإفراط اللي ممكن يسبب لنا حوادث أو عمليات جراحية بيزيد من أنانيتنا وتعنتنا وصرامتنا كما أنه بعرضنا لهجومات من الخصوم فالتاكي بالنسبة لدوليا فهي بتدل على ظهور صعوبات ومشاكل في قطاع الصناعات الثقيلة والبورصة والقيم وتراجع المنتوج الفلاحي واستخراج المعادن احتمال وقوع حوادث أو إضرابات أو مقاطعات في المناجم والمحاجر المحامل مما يعرق للإنتاج برضو بتزيد من نفوذ رجال الأمن والجيش وبيتعرض المواطنون للقمع والتعصف في هاي الفترة بتشهد شعبية أو بتزداد شعبية أحد الدعاء أو رجال الدين من المحافظين أو المتعصفين وبتشهد فضائح تمس بالتقاليد والأعراف الاجتماعية أما بالنسبة للزاوية التي تليها زاوية التقاول السلبية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية طبعا من زوايا يوم الجمعة ولكن تبدأ تأثيراتها من عصر يوم الخميس لن نقدر نحكي لمساء يوم الجمعة ولكن من عصر يوم الخميس تبدأ تأثيرات هاي الزاوية اللي هي بين القمر وبين زحل تقاول فمن واجه مصاحب عراقيلة بتطلب منها أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوظ بيفتقر البعض لشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيل جول الهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر يجب أو بتجعل عزيمتنا ضعيفة منكون متقلبين وغير راضيين كثيرين النقد والانتقاد والعنادة ما يلين للكأبه أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين المريخ وهاي ذروتها برضو صباح يوم الجمعة ولكن بتبدأ تأثيراتها من عصر يوم الخميس وحتى مساء يوم الجمعة تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب تجعلنا عدوانيين كثيرين الصمت مبغضين للنساء بتزيد من خيالنا تدفعنا لأقصى الحدود بتسبب أن خصومات مع النساء يستحسن أن لا نقوم بأي عمل مهم وأن نخلد للرحة هذا التحول مضرب جدا للصحة وخصوصا للصحة النفسية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم من الآن ولغاية ساعات العصر عندنا القلب الشريان الأورطي الدورة الدموية ضغط الدم معدل ضربات القلب العمود الفقري والظهر والجانبان أما بعد ساعات العصر بصير عندنا البنكرياس الأمعاء الدقيقة الأعور القولون الجهاز الهضمي الاثنى عشر المستقيم أجهزة الإحساس والعيون والأذنين عشان هيك منحكي أنه هاي الأعضاء لا تصلح للعمليات الجراحية بأوقاتها إما فحوصات أدوية مراجعات طبية ما فيه أي مشاكل بالنسبة لهذا اليوم أيضا يصلح للعمليات الجراحية وعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد ولكن مش بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي أما بالنسبة للملاحظة بسيطة عمليات التجميل بما أنه ذكرنا أجهزة الإحساس العيون منها فعمليات التجميل التي تتعلق بالعيون ما بنصح فيها بشكل كبير وخصوصا من ساعات ما بعد العصر بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج العذراء خلو المسار القادم رح يبدأ الساعة أربع وخمس دقائق من صباح يوم الأحد وبيستمر حتى تمام ساعة خمسة وأربع وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر بعدها لبرج الميزان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال الجديد عمره ثلاث أيام في تمام ساعة أربعة واثنين وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش بصير أربع أيام نسبة الإضاءة تسعة بالمية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم ثلاثة وعشرين سبعة سعيد بنسبة ستين في المية القمر في الأسد وبدو ينتقل للعذراء ورح يظل في العذراء حتى يوم ثلاثة وعشرين سبعة سعيد الآن بنسبة سبعين في المية في ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة خمسة عشر في المية عطارد في الأسد حتى يوم ثمانية وعشرين سبعة منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية الزهرة في الأسد حتى يوم ثلاثة وعشرين سبعة بعدين بدو يبدأ في عملية صعبة شوي ذكرناها ورح نذكرها في الأيام الجاية منتحس بنسبة 50% المريخ في العذراء حتى يوم 27 ثمانية سعيد بنسبة 15% المشتري في الثور حتى يوم 4-9 سعيد الآن بنسبة 30% في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة 15% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 4-11 منتحس بنسبة 10% وأورانوس في الثور حتى يوم 29 ثمانية سعيد بنسبة 30% نيبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 15% طبعا يا ريت اللي وصل معنا لهون وما حط لايك أو ديس لايك أو كومنت أو شير أو كبس على الكبسات اللي تحت يكبس عليها يعني نوع من أنواع التذكير الله يرضى عليك ويا رب أو اكتبوا لك تعليق يعني هيك ذكر الله استغفار صلاة على رسول الله اللهم صلي على محمد وقال محمد يعني أي شيء أي شيء كبسوا كتبوا سووا حركة نشاط وهذا يعني بس في تبعات الدعم هذا ولا ما تكبسوش عليهم بلاها توصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وقضاء وقت ممتع معاهم تعتبر هاي فترة مثمرة وإيجابية تستعيد شراقتك وبتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات باستطاعتك المبادرة بالمغازلة بالمصالحة بتكرار المحاولات ولكن لا تحاول تفرض سلطتك على الأحبة واضبط عصابك من العصبية والقرارات المتسرعة أما في ساعات العصر بتكون تنتبهوا لصحتكم أكثر وبرضو لعملكم لأنه برضو بيبدأ العمل بتراكم أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من الأعمال برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتحتل الأمور البيتية والعائلية القصة الأكبر من تفكيركم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تضطر للإهتمام بتصلحات منزلية أو غيرها أهمش إنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية برضو هاي الفترة بتحمل مصاريف إضافية أما من ساعات العصر تقريبا بتبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم وبتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسية بتصير الأجواء حلوة شوي إذا ما عصبته برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بتظل النشاط بالاتصال والحوار والنقاش والتنقلات ممتاز لغاية ساعات العصر منكم أشخاص اليوم ممكن يخرجوا في نزه قصيرة أو سفرة قصيرة وبيكن لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار وبتتمتعوا بسرعة بديهة وخاطر وباستطاعتكم مناقشة الأمور الصعبة وطرح الأفكار الجديدة ممكن تحصلوا على فرصة جديدة تفسروا من خلالها مشاعركم أو تبرروا مواقفكم ابتنشطوا بالتنقلات والاتصالات أما في ساعات العصر بتعيدوا تنظيم أموركم البيتية والعائلية وممكن يظهر حدث عائلي أو منزلي شوي يكون صعب أو يلفت انتباهك أو ممكن تكون فرحة عادي جدا وبرضو ممكن يطرق عطل منزلي أو حدث عائلي برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا تم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغرب من عمل إضافي من الآن ولغاية ساعات العصر مع هيك بتكون تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة أو الإسراف أو كفالة حد أو إن كتدينوا حد فلوس ممكن تعالجوا استحقاق مالي لا تتسرعوا بتوظيف الأموال بل دققوا بالتفاصيل تطمئن خواطركم نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أما من ساعات العصر بتنشطوا في السفر والتنقلات والاتصالات والتعامل مع الإخوة ولكن بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات وتحذروا من النقاشات الحد برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم بتبدأوا يوم أفضل برضو من يوم أمس بيعيدلكم نشاطكم المفقود لغاية ساعات العصر بقوة عالية بوسعكم المبادرة بقطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي اليوم بيحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليكم التحلي بالحكمة وواقعية الأمور بتشتد عزمتكم بترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر أما من ساعات العصر هنا بصير الاهتمام بالوضع المالي تنهمكوا في ضبط ميزانيتكم ولكن بتكتب تعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وتحرصوا على مالكم من السرقة أو الضياع أو المغامرات المالية إن وجد المال أساساً برج العدرة بالنسبة لموليد برج العدرة بيسيطر التعب عليكم طبعاً لغاية ساعات العصر لأنه القمر في ساعات العصر بيوصل لعندكم عشان هيك من الآن ولغاية ساعات العصر بتكوا تحاولوا تنظيم أموركم المالية وأموركم ككل والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير ممكن تتذمر من تأخير أو سوء تفاهم أو التباس حاذر من البدء بأي شيء جديد وما تسمح للقلق إنه يسيطر عليك ويمنعك من العمل والنشاط نظم أمورك وضاعف مجهودك ما اللي تعب كله هذا اللي بتشعر فيه مع ساعات العصر ببدأ يزول تدريجيا بتمتلوا نشاط بعد ذلك نشاط وحيوية بتنقلب بعض الخيارات والتوجهات لتناسب وضعك الحالي وبتمتعوا بالقدرة على قلب المعطيات لصالحكم برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان تنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء من الآن ولغاية ساعات العصر منكم أشخاص ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة وبتقدروا تطلبوا المساعدة وما تترددوا بتقديم المساعدة ملاب بعض المعارف أو الأشخاص أو الناس اللي بتلجأ لكم وفي نوع من أنواع التحالق ما بينكم ما بين الزملاء والأصدقاء والجيران أهم شيء أنه اليوم ما تبقى وحيد حاول أنك تخرج للقاء الناس أما من ساعات ما بعد العصر هنا خلاص بنتهي بتدخل في فترة صعبة شوي لأنه القمر بصير في بيت المتاعب فبتدخلوا فترة غير مريحة تلزمكم بالانتباه أكثر لصحتكم لا توقعوا على عقد ولا تحسموا أمر لأنها فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل وبتقدر أنك تقدم أفضل ما عندك إذا ركزت بشكل جيد وما عصبت ممكن تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ وبرضو ممكن تظهر بعض المسائل العائلية أو الشخصية المطلوب منك أنك تكون على قدر المسئولي لأنه فيها شوية صعوبة أما من ساعات العصر وما بعد بتنشطوا بين الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة أو لقاء أو اتصال برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بتنشطوا في السفر والاتصالات البعيدة وممكن تشاركوا في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحباك ومتعزيز العلاقة معهم بتلتقي بوجوه وأراء وثقافات مختلفة إلا أجواء لطيفة بتحيط بحياتك وهذا طبعا يعتبر يوم مميز لغاية ساعات العصر ممكن أنك تعزز العلاقات الاجتماعية والعائلية وهي فترة مثمرة على جميع الأصعد إذا ما عصبت أما من ساعات العصر فهنا بتكون تحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ويعتبر يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم شيء تتجنبوا الخلافات وتسعوا لتلطيف الأجواء برج الجديد بالنسبة لأموليد برج الجديد طبعا بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة في فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ما بيناسبكم إطالة الخلاف والزعل ما بينكو بين أفراد العائلة أو أحد الأحبة بل سارع للتقرب أو لتقريب وجهات النظر باستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبق وممكن تناقش موضوع بيتعلق بإرث أو موضوع مالي أما في ساعات العصر وما بعد هنا بتنشطوا في السفر والاتصالات البعيدة والتعامل مع الأجانب أو أشخاص خارج البلاد ولكن بتكونوا أكثر صبرا ووعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بترغبوا في تدعيم شراكاتكم لأن القمر مازال موجود مقابلكم وبظل الجو مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني وتعزيز العلاقة مع شركاء المال أو العاطفة أهم مش إنك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال علجوا كل التطورات بموضوعية وأعصاب بردة وما تتسرعوا باتخاذ القرارات أما من ساعات العصر هنا بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة وإنجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت وحاولوا تنفيذها دون تردد وما تلتهوا بالأمور الثانوية برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم بيبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجيا حاولوا إنك تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك انتبهوا لغذاكم وراحتكم لا تسمحوا للواجبات بالتزام ولا بالتراكم كونوا أكثر تنظيما أحسنوا إدارة الوقت اتجنبوا إثارة العداوات وإهمال وضعكم الصحي وبرضو حاولوا انك تأخذوا قصة من الراحة ويهدأوا وكونوا عند حسن الظن أما من ساعات العصر وما بعد هنا القمر بصير مقابلكم تماما ابترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن بتكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم وحاذروا من الخلافات وما الضخم الأمور يعني الأمر رح يكون على مستوى الشراكة المالية والعاطفية واحذروا من المواجهات بس اللي وصل معنا لهون وما حط لايك أو ديسلايك أو كومنت أو شير أو سب علي أو يعني عمل أي حركة على القناة يعني بزعل منك جد جد بزعل منك يلا 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 بلا دلع بالله لا تدلع خلص خلص معك حق أوكي بس كبس يلا كبس على الكبسات كبس كبس الله يرضى عليك كبس كبس هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء